أداب قضاء الحاجة لابد وجوبا يستتر عن أعين الناس يدخل داخل الحمامات يغلق البار أو يستتر مثلا بشجرة بحائط بسيارة يستتر عن أعين الناس يقدم الرجل اليسر عند الدخول واليوم عند الخروج قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج يقال أغفرانك قبل أن يدخل الحمامات يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج يقال أغفرانك وإذا خرج يقال أغفرانك نعم أيضا لا يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله بالمصحف والقرآن والكتب العلم والكتب الحديث مثلا نعم 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 الثاني تطهير بالحجارة بالمناديل مثلا لا بد أن تكون طاهرة لا نجسة ولا تكون محترمة يعني لا يمكن أن يتطهر بأوراق المصاحف أوراق العلم لا تكون طعام للإنس أو للجن أو للدواب للإنس أو للدواب للجن لا بد من ثلاث مسحات ثلاثة مناديل ثلاثة حجارة أو إذا كان الحجر كبير يمسح من هنا ولا يمسح المرة الثانية من هنا أو من هنا مثلا فإذا حصل النقاء حصلت النظافة الطهارة يعني يرجع المنديل جاف ليس فيه أثر بولا والغاية كذلك الحجر هذا معنى أنه حصل النقاء بثلاثة فإذا انقطع على ست مسحات السنة أن يقطع على عدد فردي سبعة يزيد السابعة استحباة ولو اكتفى بستة صحيح لعدة ليس بمر من كذلك شكرا